الله يحب الله يحب المتطهرين ويسألونك يا رسول الله كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله عن تكليف الأزواج في حال حيض النساء فإن اليهود والنصارى كانوا بين إفراط وتفريط فكانت النصارى تأتي النساء في حال الحيض كسائر الأيام وكانت اليهود تجتنب النساء في حال الحيض حتى في المسكنة والمأكل والعرب الجاهليون كانوا بين تابعا لليهود وبين تابعا للنصارى فنازلت الآية تبين أن التكليف هو الوساط لا إفراط ولا تفريط فالممنوع هو المباشرة فقط أما سائر الأمور من الاستمتاع أو الآكل والمسكن ونحوها فلا فرق فيها بين أيام الحيض وسائر الأيام يسألونك عن المحيض المحيض مصدر مثل المجيء بمعنى الحيض والحيض والمحيض بمعنى واحد والسؤال عن جواز مقاربة النساء في حالة الحيض قل يا محمد هو يعني المحيض أذن الأذى ما يصيب الإنسان من مكروه في نفسه أو جسمه أو قذر ونجس أو مشقة والحيض يترك آثارا جسمية ونفسية في النساء بالضعف والقذارة والحساسية النفسية ونحوها ولذا فإن الشارع الأقدس شرع جملة من الأحكام الشخصية والاجتماعية والعبادية للنساء مراعاة لظروفهن الخاصة مثل سقوط العباد عنهن وعدم جواز مقاربتهن وعدم صحة طلاقهن فكونه أذان ألة لهذه الأحكام فاعتزلوا النساء في المحيض بترك المباشرة الاعتزال بمعنى الإبتعاد عنهن طبعا مو مطلق الإبتعاد وإنما بمعنى ولا تقربوهن بالمباشرة حتى يطهرن وينظفن من الدم فإذا تطهرنا يعني طهرنا عن الدم فأتوهن يعني قاربوهن من حيث أمركم الله يعني من حيث أباحه لكم يعني قاربوهن مقاربة محللة لا محرمة فلا يجوز مباشرة إلا الزوجة والمملكة طبعا في غير الصوم والاعتكاف والإحرام وما أشبه ذلك إن الله يحب التوابين بما أن الكثيرين تغلبهم الشهوة فيرتكبون الحرام لا سمح الله فإن الله فتح باب التوبة إن الله يحب التوابين التوابين صيغة مبالغة وفي معنه احتمالان الأول كثرة التوبة عن كثرة الذنوب فيكون باب التوبة مفتوحا حتى إذا كثرت الذنوب وكثرت التوبة عنها فيحب التوابين الذين يرجعون كثيرا عن ذنوبهم إلى الندم والاستغفار فكلما أذنبوا تابوا ورجعوا واستغفروا الثاني شدة التوبة حتى وإن كانت من ذنوب قليلة ويحب المتطهرين يعني يحب المرأة التي تختسل بعد الحيظ والرجل الذي لا يواقع إلا في حال الطهر وجميع الذين يراعون الطهارة ويمتثلون أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه ويتطهرون بالماء عن الأقدار الباطنية والظاهرية أو يتطهرون بالاستغفار عن الذنوب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين لماذا قدر الله تبارك وتعالى الحيظة للنساء مع أنه أذى الجواب لأن إن جاب النساء متوقف عليه عادة فقد ثبت في العلم الحديث أن الرحم ينتج بويضة فتبقى لأيام وتنعقد النطفة إن خصبت هذه البويضة بالحيمن المنوي وإن لم تخصب فسدت وسببت جرحا في الرحم فيلقيها الرحم عبر الدم الذي يسمى حيضا ولذا يكون عدم الحيض نقصا في المرأة لأنها لا تكون قادرة على الإنجاب إلا إذا كانت هناك حالة استثنائية بأن لا تطمث مع قدرتها على الإنجاب فيكون عدم الطمث فضيلة لها وهذا من معاني البتول يعني الإنقطاع عن الدم من غير ناقص نساؤكم حرث لكم هذا تشبيه للنساء بالمزرعة فكما يحرث الحارث البذرة في الأرض ويراعي حرثه فعليكم أيها الرجال مراعاة النساء فقد شبهت النساء في هذه الآية بالحرث لعدة أسباب أولا لبيان الغرض من المباشرة وهو تكوين الولد الذي هو استمرار للنسل البشري ثانيا الإشعار بلزوم مراعاتهم كما أن الزارع يرعى زرعه كذلك يلزم على الزوج أن يراعي زوجته بما يصلحها ثالثا هناك أوقات يترك فيها الحرث لعدم صلاحية الأرض للزراعة كذلك هناك أوقات يلزم تركه المباشرة مثل زمان الحيض رابعا هذه الآية كالتعليل لخلق الإنسان رجلا وامرأة وعدم خلقهم بشكل واحد فأن بقاء الناس يحتاج إلى المحل القابل للنمو والتربية فلذا كان دور الرجل الكد والعمل ودور المرأة الحملة والإنجاب والرضاعة ولأجل هذا كان الاختلاف في الجسم وفي العواطف وفي بعض الخصوصيات فكل من الرجل والمرأة خلق جسما ونفسا بما ينسجم مع دوره لذا يقول تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم يعني زرعكم أنا شئتم هاي أنا إما زمانية بمعنى أي وقت شئتم باستثناء الأيام المحرمة كأيام الحيض وفي حالة الصوم والإحرام وشبهها وإما مكانية يعني الإتيان في الموضع المعين من مختلف الجوانب سواء من الخلف أو من الأمام أو من الجانبين أو بمعنى الكيفية يعني سواء كانت باركة أو نائمة أو قائمة فالأصل هو الجواز وموارد التحريم استثناء وقدموا لأنفسكم بما أنكم علمتم الحلال والحرام فالتزموا بها وقدموا لأنفسكم يعني ادخلوا لآخرتكم بالطاعة والعمل الصالح والمقصود أن عليكم معاملة زوجاتكم بالتي هي أحسن عاشروهن بالمعروف فهذه المعاشرة زين لكم في الدنيا والآخرة فسلطة الزوج قد توجب التعدي على الزوجة ولذلك تم تنبيهه بأن عمله ينتظره في الآخرة وأنه يجاز عليه أو بتكثير النسل والإنجاب حيث يبقى الأولاد ذخرا للإنسان فلا يكون غرضكم هو الشهوة فقط بل اطلبوا الولد الصالح فأنه يبقى لكم ذخرا واتقوا الله بترك المعاصي والالتزام بأوامره ونواهيه واعلموا أنكم ملاقوه الملاقات بمعنى أنه عليكم حساب الملاقي لملاقيه فتلاقون جزاء الله على أعمالكم في يوم القيامة وبشر المؤمنين بأنهم يفوزون بكل كرامة وجزاؤهم عند الله الجنة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين